لم يبقى الكثير على موعد الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري وبانتظار اليوم الموعود تبقى الأنظار موجهة صوب القائمة النهائية للمرشحين لسباق الرئاسة فبعد عودة سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة لسباق الرئاسة بقرار قضائي أبطلت طعون في ترشحهما قضت محكمة استئناف طرابلوس ببطلان حكم استبعاد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر من المنافسة ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات عن القائمة النهائية الأربعاء المقبل أي بعد انتهاء مرحلة الطعون المحددة باثني عشر يوما وبمجرد إعلان قائمة المرشحين من المرتقب أن تنطلق حملة انتخابية غير تقليدية في ليبيا وذلك نظرا للتحديات الأمنية التي قد تعيق حركة المرشحين وتؤثر سلبا على سير الانتخابات ومن هذا المنطلق دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي كافة أعضاء البرلمان إلى حضور جلسة رسمية هدفها الأساس مناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية وجاءت هذه الدعوة غدا تتلقي الهيئة بيانا موقعا مما يزيد على سبعين نائبا هؤلاء البلمانيون طلبوا بعقد جلسة طارئة للنظر في انتهاكات قانون الانتخابات بشأن شروط الترشح وكذلك بمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومسؤولي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية اشتركوا في القناة